عشان وقتي بس دايق انا يعني احنا اتكلمنا على افشا ودينا له حق وانا عايز اتكلم شوية عن الشناوي الحقيقة الشناوي مش بس بقى في دوري الابطال الشناوي يعني رجل الموسم انا بيتهيق لي انه انت عارف دايما ان حارس المرمى بالنسبة للجمهور مش حسينه دوره قوي لا مش بس كده حتة الامن والاتمئنين يعني حتى لما تبقى نازل مطشو صعب او نازل قدام فرقة تقيلة او فرودة مليارة تقيل بيبقى دايما رايح لحارس المرمى لو حارس المرمى بتاعك عشرة على عشرة بيتبقى متطمن اي ان كانت صعوبة المرمى انا من ساعة الحضري من ساعة الحضري ما مشي من نازل اهلي ما شفتش حد مطمني زي الشناوي بصراحة في اي استفتاءات دلوقتي الحارس المرمى بيتظلم في اي استفتاء اصلا في الكورة يقولك مين افضل لعب في الموسم في الناس تروح على صنع العلعاب على المهاجم وتنسى حارس المرمى انا وجد نظري احسن لعب السنة دي في الموسم في مصر كلها هو محمد الشناوي محمد الشناوي مش عشان حارس مرمى نظلمه هو احسن لعب في الموسم هو اللي فارق مع النادي الاهلي في الدوري طيب دي هو الارقام الشناوي اللي حقق اهل السنة دي اول حاجة في الدوري قسر رقم القياسي بتاع شريف اكرامي وحق 24 كيلين شيت 24 كيلين شيت من اصل 30 مباراة لعبة في الدوري يعني هو خرج ستة بس مباراة دخل فيهم اهداف و24 ماتش شباك ونظيفة بسم الله ما شاء الله في الدوري طبعا الحاجة التانية تصدى لاربع ضربات جزاء في اخر سبع مباراة وهنا زي ما حدق كنت بتقول ان الشناوي فعلا قرب كتير من مستوى الحضر الحضر على الفكرة برضو الكيرف بتاعه في الاول كانوا قليل بعد كده عيلة نفس اللي حصل مع الشناوي كتر المباراة مع الحارس واللعب في النادي الاهلي والخبرات اللي بيكتسبها بيعلي الحارس جامد ومع اللعب في الضغط الجمهوري ودعم جمهوري النادي الاهلي بتعلي جامد جدا حارس المارمة الشناوي كده الشناوي أصلا بصراحة في ضربات الجزاء ما كانش عالي قوي في الموسم ده مستوى في ضربات الجزاء يحسب لدور مدرب الحراس أيضا في اللي هو استغناءه بيتصدى لاربع رقلات جزاء من سبعة ده واحد أكيد بيتضرب على رقلات الجزاء بشكل كويس جدا يعني أنا لو لعبنا رقلات جزاء في أي ماتش بعد كده مش حابق الآن عكس مثلا ماتش السوبر أو الماتشات اللي قبل كده كنا الواحد بيبقى الآن شواء دلوقتي انت عندك حارس فعلا بقى عامل زي عصام الحضري والمباراة اللي هو ياريت نخش ضربات الجزاء هو حيصد زي ما كنا بنعمل مع منتخب مصر مثلا كان الحضري بيشيلك الشناوي برضو كذلك بيشيل الحتة دي الشناوي كمان استقبل هذا الموسم هو لعب كم ماتش السنة دي الشناوي ليه بقول عليه لعب الموسم هو مش عشان بلعب في نادي ليه هو بقول عليه لا هو لعب الموسم بالأرقام هو لعب 42 مباراة متقسمين ازاي 30 في الدوري 11 في دوري أبطال أفريقيا واحد في السوبر المصري يعني لعب 42 ماتش استقبلت شباكو أهداف 13 هدف 8 وال5 طب هو حافظ عن نظافة شباكو كام من ال42 ماتش 74% 74% الشناوي بيخرج كلين شيط من ماتشاته واحد وتلاتين مباراة من أصل 42 مباراة واحد وتلاتين ماتش من أصل 42 اعتقد ان الرقم ده رقم مميز جدا مذهل مذهل طبعا يعني انت بتخش ان الحارس مش هيدخل فيه أهداف ده عشان كده الشناوي هو لعب الموسم كمان اكتر حارس في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم حافظ على نظافة شباكو 6 مباريات مفيش حارس وصل لستة كلين شيط في دوري أبطال أفريقيا الموسم ده ربنا يحمي ويحافظ عليه أكتر حاجة بتعجبني في الشناوي انه عنده إصرار وحريص دايما على ان هو يطور من مستوى يعني هو نمر واحد في مصر من فترة طويلة جدا وبتهالي أي حد مع كامل احترام والتقديد طبعا كل الأسماء نجوم ومحترمين ومصر طول عمرها الحقيقة عندها دايما جول كيبرز على أعلى مستوى بس صعب قوي حد يلعب على الشناوي لكن رغم انه بقاله نمر واحد من فترة طويلة ويمكن من قبل كاس العالم في روسيا ورغم انه نقدم مستويات مبهرة هناك لكن لما تيجي تقارن بين الشناوي في روسيا او تقارن بين الشناوي النهاردة لا الشناوي النهاردة في حتة تانية خالص والحقيقة الولد شغال على نفسه نتمنى الحقيقة نموذج نموذج للعب المنتمي واللعب المحترف